نتحدث في هذه الليلة عن التسامح واللاعنف في ترميم العلاقات الاجتماعية ودوره في الحفاظ على المجتمع وعلى رباط الأخوة بين المؤمنين بعضهم بعضا وهذا الموضوع سيكون في ضمن نقطتين أساسيتين بالإضافة إلى نقاط متفرعة أولا أتحدث عن ظاهرة العنف وأبين في حديثي عن ظاهرة العنف أنواع العنف والدوائر التي يمارس فيها المعنف عنفه ثم أنتقلوا بعد ذلك إلى موقعية التسامح في التشريع الإسلامي وأهمية نشر لغة التسامح والمحبة والسلام بين المؤمنين وفي أوساط المجتمع باختلاف الدوائر فدعونا نتناول هذا الموضوع الاجتماعي أولا ظاهرة العنف ظاهرة العنف على مر الزمان مرة تجدها تتسع وتتضخم ومرة تجدها تتضاء ولا يغرك تقدم الناس أو وعيهم أو تعلمهم فإن أسباب العنف لا تنحصر في الجهل فقد تجد عالما أو دكتورا أو معلما أو أكاديميا يمارس العنف ولذلك العنف أيها الأحبة ظاهرة مقيتة لا بد لنا أن نحاربها ولربما البعض يعتقد بأن العنف طريقة للعلاج شلون يعني نقضي على العنف العنف مهم في بعض الأحيان كتربية الطفل أو كمثل مثلا الوصول إلى الحق في بعض الأحيان عندما أراجع جهة ما أحتاج شوية أني شنو أرفع صوتي وكذا وإلى آخره نقول العنف في الغالب لا يعد وسيلة للعلاج إلا في مساحات ضيقة جدا فحتى على مستوى تربية الأبناء وهذا أمر ذكرناه العام الماضي تجد قيودا متعددة في ممارسة الضرب لمن؟ للأبناء وهذه القيود مع تعددها تفهم بأن الإسلام يقول اتبع أساليب أخرى ولا ترجع إلى أسلوب الضرب ولذلك نحتاج أن نتعرف على أنواع العنف هذا العنف اللي إحنا نقول هذه ظاهرة مقيتة ولا بد أن نحاربها شنو أنواع العنف وما هي مساحاته أول أنواع العنف العنف نوع من الإيذاء أول أنواعه العنف الجسدي وهو إيذاء يطال الأجساد الأبدان زوج يرفعيد يضرب زوجته أبي يرفعيد يضرب ولده جار جار صديق صديقة ربما أناس مثلا تلاسنوا في الوظيفة كذا حصل نوع من الأذى الجسدي العنف الجسدي وهنا نجد الإسلام لا يبرر استعمال العنف الجسدي بل يعده من الجنايات كما القانون يعده من الجنايات فهذا نوع أول النوع الثاني من العنف والإيذاء الإيذاء باللسان ولربما يكون اللسان أشد من اليد بل ربما يكون أحد من السكين في بعض الأزواج ما يمسك لسانه زوجات ربما ما يمسكون لسانهم يعرضون الطرف الآخر إلى حالة من الاستفزاز والأذى النفسي فهنا إيذاء باللسان ونوع ثالث من الإيذاء هو الإيذاء النفسي الإيذاء النفسي ربما تقول يترتب على الأول يترتب على الثاني بس نقول في إيذاء نفسي من دون استعمال ضرب ولا استعمال شنو لسان شلون يعني إيذاء نفسي من دون هذين الأمرين يمكن بإشاحة الوج مثلا جارك أنت على الباب بيدخل بيدخل أنت مطالع مطالع عنه مطالع الجهة اللي هو فيها أنت تقوم شنو اتباع جسمك واتدير جسمك مو إدارة بعد عفوية إدارة مقصودة يرفع عيدة سلام عليكم جار وإذا انت شنو عاطن ظهره ومغاور عنه بس ويا الجيران لا حتى ويا الزوجة لذلك العنف العنف في مساحات دوار نستعمل العنف في بعض الأحيان بهذه الأنواع الثلاثة مع الزوجة وش سوي يضربها يضرب قالت لا مثلا يسيب يشتم قالت لا هو لو يتكلم أرحم لي شلون يعني وش مسوي والله الحين مخاص مني صار لنا شام بعض بعض المشكلات الزوجية ربما ثلاثة أيام في بالنا يوم واحد ليلة وحدة لا لا بعض الأزواج إذا خاصم يمكن خاصم شهر شهر بعضهم سنة وبعضهم يرميها ولا يكلمها يعني وش يسوي يمارس عنف النفسية يدخل البيت ولا كأنه شايف ولا كأنه شايف بني آدم لو تكلم لو الطوف على قولتنا بينطق بينطق الطوف وهو ما ينطق مثلا يجلسه في غرفة وهي في غرفة هذا عنف ماذا نفسي إذا نفسي إلحاق الأذى النفسي بالزوجة وكذلك العاكس بعض الزوجات بالعاكس يعني العنف لا يكون من الزوج يكون من 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 الزوجة وهذا النوع من العنف عادة يتمارس الزوجة لأنه لا تستطيع تضرب تكون مثلا مؤدبة لا تعرف تحكي شوي كلام قاصر على قولتنا تلجأ إلى شنو تلجأ إلى الخصومة تقوم ما تحكي الزوج يتقوم مثلا شيء حالها وتروح تنام إيا منه إيا الأولاد إنزين تدخل البيت ولك أن هشوفه كذا إلى آخره هذا عنف نفسي عنف نفسي في دائرة مهمة جدا وهي الدائرة الأسرية يفترض أن تكون منبع للحب للويد للحنان للعاطفة للأطمنان الاستقرار النفسي وإذا هي مبعث للإضطراب النفسي للقلق للغضب لعدم الشعور بالأمن الوسري كذلك العنف ربما يكون بهذه الأنواع مع من مع شخص المفروض يكون مقرب منك أخوك أو أختك الأخت مع أختها تمارس عنف شنو هذا العنف عنف التحقير أمها شكاوجي بعض الأحيان من البنت على أمها أنا مو قصروا وياها وكذا وإلى آخر لكن هذه أمها أنا حم الزوجة وكذا وإلى آخره وإذا تمارس نوع من التحقير أو نوع من الإذلال إلى بنته لأن بعض الآباء والأمهات لو ولدي شيب يباني الشيب فيه بعد يتعامل وياه على أساس أنه بعد ذاك الصغير محمد أو فلان الصغير الذي أنا شنو شوية ومستحمق عليه وشوية قال له روح وتعالوا إلى آخر هذا اسلوب خاطئ لازم تعيش كأب في تربية أبنائك أو في التعامل مع الأبناء تعيش المرحلة العمرية التي هم فيها لذا العنف أيها الأحبة متفشي ومع الأسف البعض يلجأ للعنف ظناً بأن العنف هو الحل يخاصم يخاصم جار ما يحاجي يقول خلاص أفتك منه مثلاً أخوه يقول خلاص ما أحاجي ولا أكلم ولا أطبيت ولا أطبيتي وأختي كذا إلى آخر هناك نوع من قطع العلاقات بسبب العنف هنا إذن نحتاج أن ننتقل إلى العلاج إلى الحل ما الخلق الذي يريده الإسلام والدين هو خلق العفو خذ خذ بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني شنو يعني الخلق الذي يريده الإسلام هو خلق التسامح المؤمن هشنباش المؤمن يمتلك قدرة على العفو وعلى الصفح ولذلك لابد أن أن نركز على موضوع العفو عن الناس والتجاوز عن الآخرين وهذا من أعظم الأخلاق التي دعا لها الدين بل وذكرها المولى عز وجل في كتابه فتجد آيات تتعرض إلى هذا الموضوع كمثل فصفح الصفح والجميل وكمثل قوله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يعني الله يحب هذه الصفة كذلك نسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله المصطفى محمد يقول بأنه ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عن من ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك كذلك أمير المؤمنين لا من قبه لا من قب أفضل من الإحسان من كمال الإيمان مكافأة المسيء بالإحسان لو رأيتم الإحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين تجد نصوص واضحة الدلالة في أمرنا بالعفو ألا نريد أن نتخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هذه هي الأخلاق التي دعا لها الإسلام خلق العفو وهنا البعض ربما يشكل فيقول كيف أعفو عن إنسان أساء لي جرحني اعتدى علي شنون أغفر إليه أقول العفران فرعوا ماذا طلب المغفرة بمعنى بمعنى أن الناس المسيء صنفان صنف طبعه الإساء جار مضار مثل ذاك سمر عندما باع نخلته باع بيته إلا النخلة وقال لصاحب الدار أنا كل ما أنبي أزور النخلة ما تمانع قال ما عندي مشكلة فهذا سمر ويش صار عنده صار بعد حجة بدون حجة ما يشوفون الى وين ما يشوفون الى في وسط الدار تعال قول يا الله مثلا ها اضرب الباب فراعي الدار قال لي إذا أردت الدخول أنا ما راح أمنعك إذا أردت الدخول إلى عذقك إلى نخلاتك إلى شجرات فاستأذن قال لا استأذن هذا عذقي وأنا بعتك الدار اللي عذقي فشكل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستدعى هذا الرجل سمر قال لي استأذن قال ما استأذن النبي أراد أن يقطع الأمر قال لي بيع هنزين بيعه هذا العذق كم يسوى بيع هي قال لا ما أبيعه قال لي بيعه وأنا أعطيك عذقا في الجنة بعد رسول الله عدل أو لا يعني حتى لو مثلا فلان في النار على الأقل هالعذق شوي بيروح إليك هذا قال لا يا رسول الله شوف شلون لا يا رسول الله قال النبي الأكرم خذ عذقه واصفع بها وجهه فإنه فإنهم رؤ مضار يعني شنو يعني في ناس في ناس مشاكسين طبعهم الإضرار هذا اللي طبعه الإضرار يعني ماه راضي يعتدل هذا احنا ما نتكلم عنه هذا خلك عنه بعيد كده ما تقدر شنو بعيد انت ما تخاص ما ما تعادي لكن مو مطلوب منك أن تؤسس علاقة راقية وياه في جانب شنو صداقة أو نحو لكن نتحدث عن أناس أيها الأحبة أساء فجاء فاعتذر ربما يجي ويعتذر بشكل مباشر يقول أنا آسف تسامحني وربما يجيك بشكل غير مباشر جاينك في يوم العيد أخوك ما قال أنا آسف عما مضى لكن ظهر عليه الندم وظهر عليه إرادة فتح صفحة جديدة هذا النوع من الناس اللي قاعدين احنا نتحدث عنهم وناس يريدون أن يبدأوا صفحة جديدة الإسلام يدعونا إلى الصف إلى المغفرة إلى العافو ولذلك ينقد ويذم الإنسان الذي لا يعذر لا يغفر من حق أخيك المؤمن إذا استعذرك أن تعذرها فما بالنا مع قساوة قلوبنا أبنائنا فلذات أكبادنا أساءوا إلينا صح في فترة زمنية إساءة كبيرة شيقنا صح بالغة جدا صحيح ما عندنا لكنه كبر فتغير أراد أن يبدأ معك كأب حنوم عطوف صفحة جديدة لماذا تأبى وتتأبى عن ذلك لماذا لا تغفر له اغفر إليه جاوز عنه أو بالعكس أب مع أبناء أو ربما أخ مع أخيه أيها الأحبة أو أخت مع أختها أو أم مع بناتها لماذا نتصلب في اتخاذ قرار عدم العافو رغم أن الطرف الثاني جاء بكل احترام وود أراد أن يبدأ من جديد معك ولذلك من أكبر الأخطاء الأخلاقية ما يتخذه البعض من قرارات عدم العفو بحجة الكبرية امرأة تقول لها زوجي تقول لنا ما قصرت ويا ما لي ما له ما عندنا شيء ولا فرق ولا أبدا ولا عاشين أحلى ما يكون كم سنة والله عشرين سنة أحلى ما يكون لكن ارتكب خطأ معين خلاص تنتهي كل هالعشرين سنة عرف خطأه الآن انت كأيب بعض الآباء ما يساعدون بناتهم لاتخاذ القرار الصحيح شلون أسائل ليش ولا ضربني ما تدرين يمكن هذا خطأ الضرب خطأ ما قاعدين نبرره ولا قاعدين يقول ما أخطأ أخطأ وغلطان لكن ألا تمتلكين قلبا رحيما عطوفا مملوءا بالعفو والتسامح للتجاوز عنه والبدء من جديد جاش خلاص قال أنا راح أبدأ وياش من جديد فلماذا لا تبدأ معه من جديد لذلك نحتاج إننا نفهم أن العفو لا يعني نوعا من الضعف أو نوع من الخلق مثلا الهزي اللي دل على ضعف الإنسان أو جبن لا العفو خلق راق لا يمتلكه إلا الشجعان والأقوياء لأنه يدوس على على تكبره وتغطرس نفسه في سبيل أن يعفو عن الآخر وليذا نحتاج في الأخير نحن نعرف السبل اللي تعين على العفو شنو السبل اللي تعين على العفو أولا إن عفوت عفى الله عنك وش معنات هذا يعني أنت لما تعفو عن المخطئ فإن الله شنو تكفل عن ما في أي شك أن يعفو عنك يعني يرد عفوك بعفو من لدنه إثابة من الله عز وجل إما عفو في الدنيا وإما عفو في الأخرى وما أحوج الإنسان إلى عفو أخروي جي يوم القيام وإذا عندك ذنب عظيم تحتاج إلى عفو الله يقول عفونا عنك لأنك عفوت عن فلان هذا أولا بأن نفهم بأن العفو يقع في يد الله العفو لله سبحانه وتعالى زين ثانيا أن نملأ قلبنا حبا للآخرين وفهما واقعيا للحياة ما نعيش مثالية زائدة نعيش واقعية إحنا وش قاعدين نتعامل مع مين هل نتعامل مع مخلوقات ملائكية أو مخلوقات معصومة أو أناس عاديين قاعدين نتعامل مع أناس عاديين يعني يخطئون تتعامل مع ولد يخطئ مع زوجة قد تخطئ مو مخلوق ملائكي معصوم ما يخطئ مع زوج رجل قد يخطئ فعش واقعية في ذلك مو مثالية بأن هؤلاء الناس يخطئون يتبدلون صغير مثلا ما عند ذات الوع بعد أمعه حياة جديدة توش ويا زوجة كذا إلى آخر ما يعرف التصرف مع الزوجة شلون والمرأة شلون يمكن كلمة مع صاحبة صديقة عادية لكن مع الزوجة تحدث نوع من الجرح الكبير والكارثة الكبيرة فهنا عند جهل ارتكب هذا الخطأ وإذا البنت تقول لا أنا ما استمر ويا أترك تقول لا 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 مو صحيح هذا التصرف افهم بأنك تتعامل مع أناس أناس يخطئون أناس قد يتعرضون إلى نوع من الإرهاق في العمل إرهاق مثلا في المرض وارتفع ضغطه والله مثلا سكر مال أنت ما تدري وش وضع يمكن هو ما يدري وش وضع عدل لو لا أخطأ ذاك اليوم جاء قال سامحني في المسجد وأصحاب وقاعدين وسنين كل يوم يمكن مرتفع ضغطه سكر ما له ما يدري جاءك وألقى عليك كلمة أنت تتغشمر وياه وإذا لا نزل لك من ما خل ولا جد من جدودك وكذا وإلى آخر أعرض عنه الآن ركبه الجهل بس ما ندري لو شوي انتظر يوم ثاني جاءك لا قال أنا سامحني أنا ما أدري وش فيني أمس كذا إلى آخر ما تعدره مد يد مسلم ما تسلم عليه ليش بالعكس سلم عليه وقل لي أنا أعذرك على هذا التصرف ونحو ذلك لقد وضعت حرب هاشي من أوزارها وقالت قيام القائم الطهر موعدي صلوا على محمد تعالوا إلى الأمام شفاه من أوزارها ولذا لابد أن أن نسعى إلى نشر ثقافة التسامح لكي نستمر في الحياة بسعادة واستقرار نفسي ولنفهم بأن العنف إن جوبها بعنف ضاع الحق بين الطرفين ولربما تصبح المشكلة الصغيرة كبيرة لأن ننجر الطرفان إلى عنف متبادل ولذلك تجد الإمام الحسين عليه السلام أبا أن يكون أول من يضرب بسهم أو بسيف لما لأنه لم يرد حرفا الثورة الحسينية فإنه إن قتل فإنهم يقولون قد بدأ بالقاتل وقتل فلان واعتدى وإحنا قاعدين نطالب بالثأر ونطالب بالقصاص ولذا في المدينة أوصى إخوته إذا كبستم دار الوليد لا تتعجلوا تريثوا شوية كذلك في اليوم العاشر يتعرض أحد إليه بالسباب بالشتيمة يأتي أحد أصحابه يستأذن يقول لي ذن لي بأن أرميه بسهم فإني أمكن ما يكون خلاص في مرماي ذن لي بس بالسهم أضرب بسهم وخلاص قال لا أكره أن أبدأهم لا تبدأهم هذا وعي الإمام الحسين يجرنا لمعالجة تصرف من؟ مسلم ابن عقين عندما تمكن صارت ليه فرصة كبيرة بأن بأن يقتل عبيد الله بن زياد يجهز عليه لكن بالغيلة وبالدغيلة وبالدغيلة والغدر من التفتيني أن لو لا هنا البعض لما يقرأ هذا التصرف من مسلم يقول كأنه يفهم القضية يقول والله لو أجهز عليه إن كان انتصر الحسين وإن كانت غريرة مجاري الأمور وإن كان وإن كان وكذا وكأن قضية معسكر يزيل مختصرة في عبيد الله بن زياد رجل أساسي صحيح ولكن لكن أمثال كثير ما شاء الله غير بدال نفسه موجود ربما يحدث أرباك وقتي وقتي لا أكثر ولا أقل هذا واحد ثانيا شوف عظمة إدراك مسلم ابن عقين بأنه إن تصرف هذا التصرف فتنحرف القضية الحسينية شخصية معادية أجهز عليها بالغدر فقتل إحنا أي يزيد إحنا ما نطالب إلا بشنو إلا بدمي هذا القيادة الأمير وبالتالي الصراع بيني وبين الحسين صراع شنو صراع شخصي وليس صراعا بين الحق والباطل فرصة تقدم إلى يزيد ليستغلها لذلك مسلم صار عنده إدراك جيد لهذا الموضوع نقطة ثالثة صار الموضوع منكشف إلى مسلم الكوفة يقدمها فتأتيه الكتب ثلاثين ألف بايعون الإمام الحسين شوية يدخل عبيد الله بن زياد يحرك المال تنقلب المسألة فوق تحت يعني يدرك بأنهم لن ينصروا الإمام الحسين قتلتنا هذا عبيد الله بن زياد ما قتلته المسألة اتضحت لي اتضاحا كبيرا ولذلك مسلم ابن عقيل عند الوصف الذي وصفه إياه الإمام الحسين ثقتي والمفضل من أهل بيتي مو شخص عادي مسلم شخص كبير بميزان عظيم سواء إيمانيا أو عسكريا ثم أجيب على إشكال بسيط وانتقل إلى المصيبة البعض يقول شلون مسلم والكوفة يعني الكوفة أيام أمير المؤمنين وكيف أن الأبواب تصد في وجهه ونحو ذلك الكوفة مجتمع كبير والكوفة بعدما فتحت صارت جبهة إلى الفتوحات الإسلامية في الجهة الأخرى إيران وتركيا وكذا وإلى آخره ولذلك الدولة في ذلك العصر جعلت ماذا جعلت القادة والرجال والقبائل القوية والشجعان كلهم في تلك البقعة رجالات عظيمة لذلك أمير المؤمنين لما أراد أن يجهز جيشه إلى معاويات المدينة كم نفر طلعوية لكن روح إلى الكوفة كم طلعوا مع أمير المؤمنين ألوف لأن فيها السيوف لكن هذه السيوف أيها الأحبة الفاهم للمجتمع الكوفي لابد أن يفهم بأن هناك بيوت موزعة كمجمعات مثلنا الأول من عائلة تجلس في مكان تأخذ شنو؟ تأخذ ناحية كبيرة كلها إلى تلك العائلة صحيح لو لا؟ تشوف العائلة كلها موزعة مثلاً هذه عائلة فلا مني عائلة كذا فكانت الكوفة موزعة موزعة بين القبائل وكان بعض القبائل يكن يكن الضغينة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه مو قبائل سهلة قبائل لها قوام صحيح ثلاثين ألف بايعوا بايعوا الحسين عليه السلام لكن منها الثلاثين أعداء إلى أمير المؤمنين وغيرها الثلاثين موجودين كذلك سيوف أخرى ضد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولذلك مسلم ابن عقيل بعدما دخل عبيد الله ابن زياد ماذا صنع أولاً فرق المال اشترى الذمن اشترى الوجهة رؤساء القبائل هذا واحد ثانياً أخذ يخوفهم فيقول إن جيشاً جراراً يقدم من الشام هذا واحد ثاني صارت الأم تجبن ولدها والزوجة تخوف زوجها وهكذا إلى أن انسحب انسحب من تحت مسلم العديد والكثير إلى تلك الليلة يصلي بثلاثين يفرغ بستة أو أقل بأبي وأمي اجي عند الباب يدور ها يمشون إياه ثلاثة يوصل عند الباب كان واحد ضيفة يأخذ معا يدل على الطريق في هذه الظلمة فلا يجد أحداً شوف غربة هذا البطل ماذا يصنع في هذه الليلة يريد أن يقضي هذا الليل ويخرج بأبي وأمي وإذا بتعميع من عبيد الله بن زياد بجائزة عظيمة إلى من يأتي بخبر عن مسلم وإذا بالكوفة جزء كبير منها ينقلب طلباً لمسلم بن عقيم تلثم بأبي وأمي فأخذ أخذ يمشي في تلك الأزقة إلى أن وصل إلى ذلك البيت بيت تلك المرأة المؤمنة كل بيت شوفي نافذة يصل إليها تسد باب يسد وصل عند هذا البيت وإذا بالباب شوي مفتوح جلس عنده بأبي وأمي وإذا بطوع تخرج تنتظر ولدها ذلك اللعين تنظر وإذا برجل مهاب عظيم عليه ملامح الشرف والجلال قالت ما وقوفك عند بابي قال أمت الله قد أعياه العطش قال أمت الله لي بقطرة بشيء من الماء جاءت له بقدح من الماء